بسم الله الرحمن الرحيم سيكشان النارد عن تصميم كنكشة ما بين الاسترينجر اند كروس جردر خدنا قبل كده تصميم الاسترينجر وخدنا تصميم كروس جردر مطلوب منها دلوقتي نحن نعرف ازاي هنوصل ما بينهم مبدئيا كده الاسترينج اكشن الشغع عليها او القوة اللي هنصمم عليها الوصلة هتبقى القوة الخاصة بالاسترينجر فقط لغير يعني في هتلاحظوا ان كل القوة سواء كانت شير سواء كانت بندنج خاصة بالاسترينجر مش هنتكلم خالص على الكروس جردر كل اللي محتاجينه من الكروس جردر هو قطاعه فعندك كده احتمالين اما ان الاسترينجر بتاعك ده يبقى سيمبل يعني لواصلة ما بين الاسترينجر وكروس جردر واصلة سيمبل او تبقى واصلة كونتينواص يعني واصلة تنقل شير ودين العزم ناخد وقت المسال على تصميم معاك هنا في المسألة مطلوب تصميم واصلة ما بين الاسترينجر وكروس جردر بحيث ان نوع الواصلة تبقى كونتينواص ااا والايمة بتساوي خمساشر بوين تمانية واحد طن في المتر وكيمة الشير كيو بتساوي تمانية وعشرين بوينت خمس اربعة طن وكتب لك كده منكم سيين ان هي واصلة سيمبل يعني الاسترينج اكشن اللي انا نطلحها دي على اعتبار ان الاسترينجر بتاعي سيمبل تمام? اا والقطاع بتاع الاسترينجر اي بي اي روبا مية وخمسين والكروس جردر اتش اي بي اتش اي بي توم نوية يوزنج سرينس اا بولتس ام اربعة وعشرين يعني مستخدم اسامير ام اربعة وعشرين جرد عشر وتسعة اما بين كوصين البي اس بتاعتهم خمسة بوينت خمسة خمسة طن ونوع الحديد السيلة اربعة وعبين الكنيكشن اصدنا بالمنظر ده ده الاسترينجر وده الكروس جردر هيجا عليهم تأثير الشير من يبين والشمال من الكاميرا اليمين والكاميرا الشمال هنضيف عليهم كمان تأثير العز بيبين والشمال بالمنظر ده مطلوب منك دلوقتي تحسب اللي موجودة في المنطقة دي طب انا في اول مسألة اساسا كان مديني كوميت السرينج اكشن هل اشتغل عليها على طول? قالك لا سرينج اكشن المديني دي قالك ان هي محسوبة لحالة السيمبل يعني هو محسب لك السرينج اكشن دي لحالة على اساس ان السرينجر بتاعك سيمبل ولكن في الحقيقة انت لما تجي الصمم هتصم على نوع كونتنووس فمطلوب منك تحسب السرينج اكشن في المنطقة دي على اعتبار انه كونتنووس طب انا هاحسبها ازاي؟ ممكن حيطيك تعملها بسبل الستركشن العادية يعني ممكنى سليبه متا اكويشن او اي طريقة انت عارفها لحساب fraud في المنطقة دي على اعتبار ان القمرات بتاعتك مستمر او انك ببساطة تستخدم الطريقة بتاعت الكود المصري للقمرات المتمثلة في الطول ومتمثلة في الحمل الكود المصري كان بدينا شكل كده التوزيع الاحمال وحساب oli clearing action على الكاميرات المتمثلة في الطول ومتوسوية في الاحمال فاحنا بنتсяخش اضم الطريقة دي كطريقة اسهل واسرع عشان نقدر نحل منول بسهولة في الامتحان من غير ما نحتاج لنستخدم معادات المعادات التانية. فمسلا اه قيمة الشير في موضوع الكونيكشن على اعتبار ان القمار دي مستمرة هناخدها بواحد واثنين من عشرة قيمة الشير لحالة يعني قيمة الشير لحالة هناخدها بواحد واثنين من عشرة قيمة الشير للحالة يعني هنضرب في واحد بوينت اتنين يعني هتساوي تمانية وعشرين بوينت خمسة اربعة في واحد واثنين من عشرة هتساوي تلاتة اربعين بوينت اتنين اربعة تمانية طن كلمة المومنت زي ما احنا عارفنا برضو قبل كده بتبقى في المنطقة دي بتبقى خمسة وسسبعين مية لامة مع ديت زاد لام Але مومنت على مونطقة فوق الركيزة او فوقị بتساوي خمسة وسسبعين مية كلمة المومنت للحالة السيمبل يعني بتساوي 15.81 في 0.75 بتساوي 11.86 عبارة عن إيه السرينج أكشن دي عبارة عن السرينج أكشن فوق الكروس جردر يعني عند منطقة الواصلة بالزبط جيت حسبت كيمة الشير وحسبت كيمة المومنت باستخدام طريقة الكود المصري للكاميرات المتمثلة في الطول والمتساوية في الأحمال بعد ما عرفنا السرينج أكشن يجي على القطاع ممكن دلوقتي نبدأ تصميم واصلة أول حاجة هنصامم واصلة الشير إن قوة الشير من كاميرات السرينجر عايز نقلها أوديها لكاميرات الكروس جردر طب هعمل موضوع ده إزاي قال لك مبدئيا كده محتاج ترجع شوية للأساسيات بتاعتك في السرينجر وفي الماتريال لما كنت بتحسب على القطاع بتاعك ده القطاع ده هو مكون من حرف ويب وحدة فوق وحدة تحت إيه العنصر اللي مكون في الكاميرا دي أو الموجود في الكاميرا دي اللي كان مسؤول عن مقاومة قوة الشير طبعا هو إيه هو الويب يعني الويب بتاعك هو اللي كان مسؤول عن مقاومة قوة الشير أو مقاومة معظم قوة الشير تمام فبالنسبة لنا هنا لو أنا عايز أنقل قوة الشير من كاميرا لكاميرا فأنا كده محتاج أربط الويب بتاع الكاميرا الأوانية بالويب بتاع الكاميرا التانية يعني هربط الويب بتاع السرينجر بالويب بتاع الكروس جردر تمام جيت أربطهم وأربطهم بيستخدام مسامير ظهر عندي مشكلة إيه هي المشكلة؟ إن الويب بتاع السرينجر عمودي على الويب بتاع الكروس جردر الاتنين عموديين على بعض فأنا كده مش هقدر أمصمرهم مش هقدر أعمل مسامير في عنصرين متعمدين على بعض طبعا إيه الحل؟ قال لك أستخدم كده عنصر سنوي يسهل عملية الربط دي إيه هي العناصر السنوية اللي أستخدمها؟ قال لك أستخدم زوايا أنجلز يعني ستخدم عنصر كده عنصر تربيت سنوي إضافي هنضيفه معاك في المنطقة دي بحيث إنه هو يسهل انتقال الأحمال ما بين العنصرين ويسهل عملية الربط فأنا جيت كده في المنطقة دي في موضة الأركان ومتجأي عمل إيه؟ أربع زوايا زي اللازر ديما كده في شكل البلاني اللي فوق ده عندك الويب بتاع السرينجر بنون لازرق والويب بتاع كروس جردر بنون لازمر عملت أربع زوايا بالمنظر ده عشان يسهل عملية الربط لإني مش عارف أعمل مسامير ما بين السرينجر وكروس جردر مباشرة فأنا عملت أربع زوايا بالمنظر ده عشان تسهلي عملية الربط وجد بعد كده عملت المسامير بتاعتي ربط الويب بتاع السرينجر بالزاويتين دول بالزاوية اللي قدامك دي كده وبعد كده جبت الزاوية دي وربطتها في الكروس جردر بمسامير برضو تمام طب أنا مطلوب مني أصلاً من إيه بالزبط أو أحسب إيه بالزبط قال لك المطلوب منك بس إنك تعرف عدد المسامير أنت في أول مسألك وإنت عارف كتر المصمر كام وعارف الجريد بتاع المصمر بكام مطلوب منك بس إنك تعرف عدد المسامير اللي أنت محتاجها في الوصلة دي طب أنا معايا كام مصمر أو أحسب مسامير فين وفين بالزبط قال لك تحسب مسامير اللي هي اسمها N1 وN2 بحيث إن N1 دي هي المسامير اللي ربطه ما بين اللي هو بتاع السرينجر والزاوية والمسامير التانية اللي هي سميها N2 هي المسامير اللي ربطه ما بين الكروس جردر والزاوية طب نبدأ بقاول حاجة اللي هو N1 ده اللي هيربط ما بين اللي بتاع السرينجر وب بتاع السرينجر بالزاوية بتاعتك اللي انت هي عاملها كعناصر سنوية تنقل الأحمال هحسب عدد المسامير دي ازاي قال لك إن N1 أو عدد المسامير بيساوي كومت الشير اللي معاك على N في البي اس كومت الشير اللي هي Q اللي موجودة معاي هقسم عليه N دي عدد مستويات القص عدد مستويات قطع المصمار عدد المستويات اللي المصمار بتاعك قطع فيها طب البي اس قال لك هو قوة تحمل المصمار للشير قوة تحمل المصمار للقص كان مدهالي في أول مسألة طب لو مثلا جيت في الامتحان الدكتور غير جاب مصمار تاني بكتر تاني ببي اس تانية إما إنه هيديها لك معطة أو هيديك الجدول بتاع المسامير وانت حضرت تطلع منه قيمة البي اس من الجدول طب الجدول دا لو أنا مثلا حبيدت أدور عليه في الكود هتلاقي فين هتلاقيه في صفحة 106 في كود الاس دي صفحة 106 في كود الاس دي هتلاقي الجدول بتاع المسامير عنده كل قطر كل قطر مصمار إما 24 هتشوف البي اس عنده بكام وداخد الرقم بتاعه في حالة المسامير الـ 24 كان البي اس عندي 5 بوينت 5 خمسة تمام القانون طبعا بسيط وسهل العدد المسامير بيساوي الشير على عدد مستوى القص في كو التحمل المصمار للقص يعني كيو على إن في البي اس فبالنسبة لنا هنا إن واحد بتساوي كام بتساوي مقدار الشير اللي أنا حسابته فوق اللي هو 34 بوينت 248 مقسوم على عدد مستوى القص المصمار بتاعنا هنا لو تقطع النواحد ده لو حبي تقطع هتقطع في كم مستوى قال لك عشان نتقطع تماما محتاج إنه تقطع في مستويين يعني المصمار بتاعنا النواحد ده عشان نتقطع تماما محتاج إنه تقطع في مستويين مختلفين يبقى عدد مستوى القص بتاعي هو 2 هاضربه في ايه هاضربه في البي اس اللي هو تحمل نصمار للقص اللي هي خمسة بوينت خمسة خمسة هاديني عدد المسامير n1 بتساوي تلاتة بوينت صفر تمانين هقرب طبعا بالزيادة بحيث ان تبقى n1 بتاعتي تبقى اربع مسامير واكتب له ان واحد بتساوي اربع مسامير اما اربع واشرين يبقى انا كده حسبت عدد المسامير n1 طب المسامير n2 اللي هي ما كانها فين اللي هي بتربط الكورس جردر بالزاوية تمام بتربط الكورس جردر بالزاوية n2 دي بتساوي نفس القانون كيو على n في البي اس قرون ما بيختلفش هو هو كود الشير على عدد مصادق قص في البي اس آآ كود الشير عندي هي نفس الرقم اربعة وثلاثين بوينت اتنين اربعة وثمانية مقسومة على عدد مصادق قص في الحالة دي هنعتبر ان عدد مصادق قص عندي هنا هي واحد على اعتبر ان انا اسمت الوسطة بتاعته نصين يمين وشمال فانا هبص على الوسطة دي من ناحية اليمين مسلا هعتبر ايه ان عدد مصادق قطع بتاعت المصمر ده هتبقى مستوى واحد بس وياخد ال n هنا بواحد على اعتبر ايه ان انا اشتغلت الوسطة بتاعته يمين وشمال تمام الوسطة بتاعته يمين وشمال فانا كده اشغال على نص الوصلة. فيبقى عدد مصطوط القصة عندي هنا بيساوي واحد. اه ازا الان اتنين بتساوي زي ما قلنا اربعة وتلاتين بوينت اتنين اربعة وتمانية مقسومة على عدد مصطوط القصة بواحد مضروف في الخمسة بوينت خمسة خمسة. يعني في النهاية هتساوي ستة بوينت واحد سبعة. يبقى هقرب بالزيادة برضو هقول له استخدم ان اتنين بتساوي تمام مسامير. تمام مسامير هوزحهم على الناحيتين يعني اقول له استخدم اربع مسامير عنده كل زاوية. وزعتهم ازاي? فوق اربعة وتحت اربعة. يعني جيت هنا ان اتنين دي اربع مسامير فوق واربع مسامير تحت. تمام? حطتهم على مستويين. دلوقتي احنا صابمنا المسامير المقاومة للشير. لو احنا وقفنا لحد هنا فالوصلة بتاعتها كده بتطبر سيمبل. وصلة بتنقل شير من القامرة لقامرة تانية. محتاجين دلوقتي احنا نكمل بحيس ان القامرة بتاعتنا دي تنقل كمان العزب. لو مسلا ده القامرة بتاعتنا هيبقى جاي عليها عزب في المنطقة دي مقداره خمسة وسبعين مية ام ديت زادة اللي هي كانت بتساوي وحداشر بوين تمانية ستة طن في المتر. العزب جاي عليها بالبنزر ده كده. آآ نرجع ده قطي بقى نفكر في اسيات بتاعنا. ايه الجزء المقاوم للعزب? يعني ايه جزء من القامرة ده المسؤول عن مقاومة العزب. طبعا القامرة كلها من الاول الاخر مفروض انها بقاومة العزب. تمام? آآ ولكن تحديدا بنعتبر ان الفلانجة العلوية والسفلية مسؤولة عن مقاومة جزء كبير من العزب. ازاي? لو انت مسلا بتحسب ان ارشيها القامرة. الجزء الاي بتاع القامرة. آآ اللي هو موازف عمود تكابع لتناشر زادنا للمساحة تربيع والكلام ده. هتلاحظ ان الجزء بتاع الفلانجة العلوية والسفلية هو اكبر جزء من الانيرشيا. يعني الانيرشيا اللي هي بتقاوم العزم الاي. اللي بتقاومها للعزب. اكبر ترمي فيها واكبر جزء فيها هو الجزء بتاع الفلانجات. تمام? فده معناه ايه? معناه ان الفلانجات بتاعتك هي اكتر جزء موجود في الكاميرا مسؤولة عن مقاومة العزب. فبالنسبة لنا هنا عشان اقول ان الكاميرا دي نقلت عزم من كاميرا اليمين وودة العزم تاحها لكاميرا الشمال او حصل فيه اتصال ما بينهم. يبقى اننا المفروض اربط الفلانجة العلوية للكاميرا الاولية بالفلانجة العلوية للكاميرا التانية. والمفروض اربط الفلانجة السفلية للكاميرا الاولية بالفلانجة السفلية للكاميرا التانية. ازاي? هاجي هنا في المنطقة دي وحط بالمنزر ده. وصل ما بين الفلانجتين. ومن تحت نفس الوضع. حط برضو بليت بالوانزر ده. اه وبعد كده هعمل ايه? بعد كده المفروض ان انا حط مسامير تربط البليت اللي انا حطه فوق ده بالفلانجات العلوية والسفلية. تمام? يعني انا حطيت بليتات. ايه علاقتهم ببعض دلوقتي? المفروض دلوقتي ان انا اجي اربطهم بمسامير بالفلانجات بتاعتي. طب هل انا عمري قبل كده صممت قامرة او صممت مسامير? عمر انا صممت مسامير فيل ستيل انها تشيل عزم? ده طبعا ما حصلش. ما حصلش قبل كده انا اجيت والت لك ايه? المصمر ده عليه عزم بمقدار كزا. تمام? مع ماتقاش قبل كده او ما صممتاش قبل كده. او ما فيش اللوب اللي هي في العزم. مش زي الكاميرات. طب ازاي انا هتصرف مع المسامير دي? قالك بما ان انت معاك عزم بالوانزر ده كده? يبقى انت لازم تحوله القوة. طب حول القوة ازاي? قالك حوله مسلا لقوة شد وضغط. شد فوق مسلا وضغط تحت. زي ما انا عامل كده تي فوق وسي تحت. يبقى انا كده جبت قمت العزم بتاعي اللي موجود معايا. حولت القوة فوق شد وتحت ضغط. تمام? قوة الشد والضغط دي بقى دي اللي انا هاخدها وصمم بيها المسامير بتاعتي. انهي مسامير المسامير اللي بالفلانجات. طب قوة شد وضغطة دي بتساوي ايه? قالك الت بتساوي السي شد بساوي ضغطة بيساوي المومنت عالواي سي تي. المومنت اللي هو العزم عالواي سي تي. هنعتبر هنا الواي سي تي. آآ اللي هو زراع العزم بيساوي الاتفاع كله ناقص سمك الفلانجات. يعني سمك الفلانجة. يعني بيساوي ايه? بيساوي حداشر بوينت آآ تمانية ستة مضروف مية. آآ عشان هنحوله لطن في الصنطي. هقسمه على. الدبس كله خمسة واربعين واشير منه سمك بس الفلانج. اللي هو واحد بوينت اربعة ستة. هيديني سبعة وعشرين بوينت اثنين اربعة طن. ده اللي هو ايه? ده اللي هو كود الشد والضغط. هاخو كود الشد والضغط دي بقى واصمم بيها المسامير بتاعتي. انهي مسامير زي ما قلنا المسامير اللي هتربط الفلانجات بالبلتات اللي انا هتطفوه. هسمي دي مسلا ان ثلاثة. هقررها برضو النحية التاني. يعني هعمل مسامير يمين وشمال. برضو ان ثلاثة. هاجي من تحت. آآ واحط هنا ان اربعة. بالمنزر ده كده ان اربعة هنا يمين وشمال. آآ طب مقدار ان ثلاثة وان اربعة دول احسبهم ازاي? انا ما عنديش غير قلوم واحد بس. اللي هو القوة بتاعت او القوة الشير بتاعي مقسومة على ان في البي اس. القوة مقسومة على ان في البي اس. بما ان القوة بتاعت اللي هي تي والسي متساويين. ازا عدد المسامير اللي فوق مساوي عدد المسامير اللي تحت. ان ثلاثة بتساوي ان اربعة. عشان كده تلاقي في القانون اكتب لك ان ثلاثة واربعة لانهم متساويين. لان قوة الشد والضغط متساوي. تمام? يبقى انا كده ههوض مرة واحدة. يبقى لان ثلاثة وان اربعة بتساوي تي او سي الاتنين زي بعض مقسمين على الان في البي اس عدد مستوات القصة الان في الشكل اللي قدامك ده زي ما انت واضح قدامك عدد مستوات القصة هو مستوى واحد لو المصمار بتاعك تقطعها يتقطع في مستوى واحد يبقى عدد مستوات القصة هنا بيساوى واحد في البي اس اللي هو قوة تحمل المصمار للقص اللي هي خدناها فوق خمسة بوينت خمسة خمسة فبقى القانون بتاعها بيساوي سبعة وعشرين بوينت اتنين اربعة كوة تي او سي مقسوم على واحد مضروف في خمسة بوينت خمسة خمسة هيديني كم هيديني اربعة بوينت تسعة واحد طبعا هقرب بالزيادة وهقرب بالزيادة لقرب عدد زوجي لازم اقرب لقرب عدد زوجي فمسلا هنا معي اربعة بوينت تسعة واحد هخليهم ستة ست مسامير بحيث ان انا هعمل تلاتة وتلاتة تمام هشوف دلوقتي احنا نرسم البلان ازاي هحط ست مسامير دول ولكن مبدايا اللي بقى عارفين ان انا هستخدم عدد مسامير زوجي مش فردي عدد مسامير زوجي هوزهم على صفين تلاتة وتلاتة تمام واكتب له كده يوز ست مسامير اه تلاتة اما اربعة وعشرين على صفين بعد كده مرصت المسامير بتاعتني ان تلاتة وان اربعة هتلاحز كمان انا انا ضفت كمان مسامير تربط ما بين الفلانجة بتاعت الكرس جرددر والبلتات تمام المسامير دي اللي انا حطتها دي ملاش لازمة يعني ما بتشيلش قوة ولكن بس انا حطتها عشان احافظ على مسامات مبين مسامير زي ما انتو فاكرين في الستيل في سنة تالتة كنا مناخد مسامة من المسامير من ثلاثة فايل لستة فايل تمام فانا ما ينفعش اسيب المسافة تي كلها فاضية المسافة اللي هي الجزء المشترك ما بين البليت وما بين الكرس جرددر من فوق القامرة كده ما ينفعش اسيب الجزء ده كله فاضي مفيش في مسامير لأ لازم كمان احط في مسامير حتى لو هي مش شيلة قوة المفروض ان هي مش بتشيلش قوة ولا حاجة ولكن انا بحطها بس عشان احافظ على المسافة مبين المسامير ما بين الليمت بتاع الكود بتاعي اللي هو ثلاثة فايل ستة فايل عرفنا دوت عدد المسامير اللي انا محتاجها عشان اربط الفلانجات ببعض اا ولكن طبعا ما ينفعش احاف لحد هنا الوصلة بتاعت مكونة من ايه مكونة من بليت متوصل بالمسامير بالفلانجة اللي يمين وفلانجة الشمال مطلوب منك كمانك تعرف ابعاد البليت ده الصمك والطول والعرض وكل الكلام ده اا فلو مسلا القامرة بتاعتك بالمنظر ده كده وفي بليت فوق وبليت تحت هنبدأ اول حاجة مسلا بالويت العليل والقبر بليت نبص عليه من البلان القطعه واحد واحد هيبن لك شكل القامرة بتاعتك الاي بي رمية وخمسين لقامرة ولقتش اي بي تمنمية قامرة كروس جردر هنبدأ هنا بقى نرص المسامير بتاعتنا اول حاجة نرص المسامير اللي هي ان تلاتة كان عندي ست مسامير متوزعين على صفين تلاتة وتلاتة فلو جيت مسلا عند القامرة ناحية اليمين دي لاي بي رمية وخمسين حطيت تلاتة فوق وتلاتة تحت اللي هم اي ان تلاتة وبالتماسل حطيت الناحية التانية برضو ست مسامير تلاتة وتلاتة مع نهاية المسامير مليمين والشمال مشيت مسافة مقدرها بيتش على اثنين وهنا عرف دلوقتي بيتش دي بتساو قد ايه اا شادت خط رقصي بالمنظر ده قفلت البليت بتاعي مليمين والشمال بعد كده اطلعت بميل خمستاشر درجة او اكبر يعني اكبر من او يسابه خمستاشر درجة وطلعت بالميل ده كده مليمين برضو والشمال اا البليت بتاعي ده قتنى طالع لحد ما وصل لقامرة الكروس جردر بعد وصوله كامرة الكروس جردر مشيت خط افقي بالمنظر ده فوق وتحت واقفلت شكل البليت بتاعي يعني البليت بتاعي متكون من اا ناحية اليمين همشي مسافة بيتش على اثنين واقفله اطلع بميل خمستاشر درجة يا طلاقة مع الكروس جردر اقفله بخط افقي تمام قفلت شكل البليت بالمنظر ده كده اتبقى لي ايه اتبقى لي جزء المشترك ما بين البليت وما بين كامرة الكروس جردر ده احط فيه صفين مسامير بالمنظر ده صفين مسامير رأسيين زي ما انتوا شايفين كده اا ده طبعا ملوش تصميم بحط مسامير نفس المسامير اللي ايه بحطه على نفس المسافات البيتش اللي انا بستخدمها هنا نفس المسافات اا هي مقارد بس ايه هاملة المسافات دي بمسامير انما كدتصميم واي حاجة مش بطوم انك تصمومه تمام اللي انا صممته بس هم ست مسامير اللي في اليمين وست مسامير اللي في الشمال فقط لا غير دول اللي صممتهم عرفت دلوقتي شكل وابعاد البليت هطلب بس منك حاجة اضافية انك هتقول لي طوله كام وعرضه كام وسمكه كام فاول حاجة مسلا هاحسب الطول بتاع البليت اللي هو اللي هو افك بالمنزر ده كده اا هلا انه هو بيساوي البي للكروس جردر هضيف عليه الان ثلاثة في البيتش يعني هو بيساوي عرض القامرة بتاعت الكروس جردر زائد ان ثلاثة زائد ان ثلاثة في البي يعني عرض البليت بتاعك ده بيساوي عرض الاتش اي بي تمنمية زائد اا ان ثلاثة في المسافة ما من المسامير البيتش. تمام? وعلى اسمها هي واضحة يعني موجود عندك تلاتة يمين وتلاتة شمال لهو عدد المسامير الان ثلاثة اللي هو ست. اه البيتش بقى كام ده بتساوي تلاتة لستة فاي. اه لستة فاي اللي يا موجود بيه ستة في اتنين واربعة هلاقي الرينش بتاعي من سبعة واتنين ل讚 اشعر واربعة. انا باخده ابرقوم في النص اللي هو البيتش بعشرة تمام هاخد البيتش عنده بعشرة. يبقى ان المسافات ما بين المسامير اللي انا رصتها دي هاخدها بعشرة سنتي. طبعا انا بقى اعرفي الكلام ده في الاول بحسبها من اول خالص البيتش بعشرة سنتي وابدأ ارص المساميل على المسافات عشرة 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 وهكزا. احسب دلوقتي الايه اللي قبر? لان هو بيساوي عرض الكاميرا اللي هو تلاتين زائد اه عدد المساميل اللي هو ستة في البيتشب عشرة يعني هيديلي تسعين سنتي. يبقى عرض الكاميرا بتاعتي تسعين سنتي. بعد ما عرفت الطول ممكن دلوقتي كمان اعرف العرض. طب اعرف العرض ازاي? مبدئيا في الشكل قدامك ده محتاج تقيسه منع الرسمة. ايه ده يعني انا هرسم الرسمة دي بسكيل? اه الرسمة دي تترسم بسكيل. بسكيل بقى المناسب ليك يعني يتكافي معك في الورقة وين انت تحسبه ولمناسب ليك. آآ بعد ما حسبت المسافات وعملت كل حاجة وراست المساميل والكلام ده ترسمه طبعا بسكيل. ممكن من خلاله كمان تقيس عرض البلت بتاعك. يبقى انا كده بقيلي بس بقيلي هو حاجة واحدة هو سمك البلت. انا كده عرفت الطول وعرض ممكن اجيبه بقيلي بس سمك البلت. عشان احسب سمك البليد بتاعك ده يبقى انا محتاج ايه اعرف السرس اللي جايلي كام والقلوب البتاع بكام السرس الاكشوال اللي جايلي هي مقدار كوت الشد مقسومة على الارية بتاعة البليد القلوب البتاعة كام القلوب البتاعة 8500 فيلد اسهل طريقة احسب منها السمك دلوقتي ان انا ساوي القلوب البالاكشوال اقول الى اللاوبل بتساوي الاكشوال بحس انه يبقى المجهول ال واحد معايا فى المسألة دى او المجهول الواحد معايا فى المعادلة هو سمك البلات انا خلاص عارف طوله وعارضه اعارف عنه كل حاجة. المجهول الواحد بالنسبال فى المعدلة اللى يدبقى قدامله هو سمك البلات. فهاجة هنا مثال اقول ان ال a textbook بتساويllor ايه بتساوي 100 फ بحس ال�� لاž one بحيث الاwendメ cylinders. بتساوي كود الشاد على الاريا. بحيس ان الاريا بتساوي حاجة اسمها الو داش ناقص ان في دي زائد اتنين من عشرة مضروب في سمك البليت. تمام? انا سمك البليت ده ان انا مش عارف. اه الدي ده هو قطر المصمار. الان ده هو عدد المستمير. تمام? انا كده عرفت كل حاجة. بقى اللي حاجة كمان حاجة اسمها الو داش. هي الو داش دي. قال لك الو داش ده هو مسهار الشرخ بتاع البليت. يعني البليت بتاعك ده لما يجي تقطع هيتقطع في المسهار الشرخ. يعني هيمشي كده على مسهار معين وتقطع فيه. ينفصل. الجزء اين? طب الو داش دي بحسبها ازاي او بعرفها ازاي? قال لك هتيجي كده عند اخر صف مسامير. وترسم الو داش بالمنظر ده. ماشي يعني برضو هرسمه ازاي? قال لك ما بين اخر مصمرين كده وتوصل ما بينهم بخط النقط بالمنظر ده كده. تمام? عند المصمار ده يعني عند المصمرين دول كده من فوق تحت. هتشد خط عمودي على البليت. يعني ايه عمودي على البليت? يعني حرف البليت من برا اللي هو الميل ده. هتشد خط عمودي عليه من المصمار. يعني من عند المصمار ارسم خط عمودي على نهاية البليت. تمام? واحد من فوق واحد من تحت. اللي هو الخط الميل ده. آآ بعد ما رسمت الخط الميل ده هتوصلهم ببعض يبقى معاك تلات خطوط. الخط اللي هو وصل معين المصمرين والخط الميل اللي فوق والخط الميل اللي تحت. اللي هو عمودي على نهاية البلت بالمنزر ده. هعمل ايه بعد كده? هاحسب الطول بتاع المسار ده. يعني هاجي كده بالمسطرة بتاعتي بعد ما رسمت بسكيل. واحسب الالي وداش. اجمع المسافات بالمسطرة. انا رسم بسكيل واعرف كل حاجة. فكل اللي اعمله ان انا هجمع المسافات. الطول ده زائد الطول ده زائد الطول ده. آآ بعد ما جمعت المسافات يبقى انا كده عرفت الالي وداش. يعني انا كده في المسألة بتاعتي. لو انا عايز احسب الارية او اعرف مساحة القطاع او مساحة القطاع البلت بالسوقت دي. هجمع المسافات الالي وداش. اطرح منها عدد المسامير في كتر المصمر. ايه ده? يعني هنا في المسألة بتاعتي. لما اجي احسب الارية هاحتاجة بقعارف الالي وداش. وخاصة منها مساحة الفراغات. الالي وداش هو مسار الشرخ. هشير منه مساحة فراغات المسامير. مساحة فراغات المسامير اللي هي ايه? اللي هو عدد المسامير في المصار. مضروف في كتر المصمر. زائد حاجة اسمها الخلوس اللي هي اتنين من عشر دي. ده خلوس المصمر. كل ده كده على بعضه مضروف فيه سمك البليت. هيديني ايه في النهاية? هيديني بساحة البليت. يعني ايه? لو انا قلت مسلا الف اي علوبل بتاعت اللي هي تبيني بخمسين مية اللي السلسل مع اللوبل. بتساوي كوت الشاد على الارية كوت الشاد الي هي سبعة عشرين بو abra منزمها على الارية. الirdة اللي هي ايه? اللي هي الو بكم? الو داش اللي هي مصار الشرخ اللي هو كام اللي هو تلاتين عرفته منين اسطمع الرسمة يبقى تلاتين ناقص مساحة فراغات المسامير المصار بتاع الاليو داشت هيمروا بمصمرين يبقى لان دي باتنين مضروف فيه كتر المصمر زاد الخلوص كتر المصمر اللي هو اتنين واربعة زاد الخلوص اتنين من عشرة اقفل كده كل الكلام ده مضروف فيه سمك البليت اللي هو التين فبقى المجول الوحيد معايا في المعددة هنا هو التين هو سمك البليت يعني انا كده اعرف كل حاجة بس هي حاجة واحدة بس اللي هو سمك البليت اللي هو التين احسب من معادة دي هتطلع معايا بي بوينت ستة تمانية سنتي تمام هقرب الرقم ده بالزيادة اخليه تمانية من عشرة سنتي اقول له كده في النهاية ان السمك البيت بتاعي تمانية من عشرة سنتي يبقى انا كده عملت ايه سريعا انا ما كنتش عارف سمك البليت بس انا كنت عارف ابعاده يعني اعرف ابعاده طوله واعرضه وكل الكلام ده ممكن نجيبه. ممكن نجيبهن على الرسمة. تمام? فقلت ايه? انا هشتغل بالعكس. هساوي القلاوبل بالاكشوال. طب الاكشوال بيساوي كام? بيساوي كود شدة على الارية. طب القلاوبل بيساوي كام? بيساوي تمانية وخمسين مائة فييلد. سويت دي بالاسترس دي. كود شدة نعرفها بسبعة وعشرين بوينت اتنين واربعة. طب مساحة البليت. مساحة مقطع البليت. قال لك مساحة مقطع البليت بتساوي حاجة اسمها طول الشرخ في سمك البليت. طب طول الشرخ بتاعي او اللي يوداش ده بيساوي ايه? هيسوا من على الرسمة. هيسوا من على الرسمة ازاي? ان انا هوصل بين اخر مصمرين بالمنظر ده بخط منقض كده. هاجي من اخر مصمر وارسم خط عمودي عليه على نهاية البليت. يعني رسم خط عمودي ما بين المصمر وما بين نهاية البليت. تمام? من فوق وتحت. التلات خطوط اللي انا ده سمتهم دول هوصلهم ببعض. واحسب طولهم مجموعة طولهم قدين. تمام? هشيل من الخط ده مساحة فراغات المسامير. يعني هشيل من الخط اللي يوداش ده الجزء الفراغ بتاع المسامير. انا معايا كم فراغ معايا كم آآ كم آآ فتحة للمسامير معايا فتحتين. آآ المصمر اللي فوق والمصمر اللي داحت بالمنظر ده كده. تمام? آآ فجيت هنا قلت ايه? قلت اللي يوداش ناقص ان في دي زائد اتنين من عشر. تمام? كل الكلام ده هاضربه في سمك البلد. فيبقى انا کده الحاجة الوحيدة المجهولة معايا في القانون هو سمك البلد. حسبت كده سمك البلد من الموادلة دي طالة معايا بتمانية وستين من مية سنتي. هاضربه بالزيادة اخلي ثمانية من عشرة سنتي. يبقى انا كده عرفت طول البلد. عرفت عرض البلد. عرفت سمك البلد. كده انا بش محتاجة عرف اي حاجة تانية. عرفت ان تلاتة بكام? وابعاد البلت بتاع بكام? نكمل. هنكمل حساباتنا وراك المرة دي على اللور بلت. زي ما عملنا في فوق بالزبط هنكرر نفس الحسابات تاني. نحو القطاع نشوف شكل البلت. آآ البلت بتاعنا هنا مش هيبقى في آآ ميلان او في زاوية خمساشره درجة هيبقى على طول مستقيم. آآ هتاخد طول البلت اللي هو اللي بي بيساوي آآ سمك الوب بتاع هتضيف عليه عدد المسامير ان اربعة مضروف في البيتش. تمام? لانك زي ما انت شايف البلت بتاعه مقود تقريبا في نص الوب بتاع الكروس جردر. فلما تكتحسب طوله هتضحسب بس سمك الوب هتضيف عليه عدد المسامير في البيتش. فيبقى اللي بتساوي واحد سبعة خمسة اللي هو سمك الوب زائد عدد المسامير اللي هو ستة في عشرة. هيديك واحد وستين سبعة خمسة سنتي. يعني تعريبا اتنين وستين سنتي. آآ العرض حسبنا كده الطول في اللي تجاه الافك نحسب الطول في اتجاه الرأس ده اللي هو العرض بي بي بيساوي بي فلنج زائد واحد اتنين سنتي. يعني العرض بتاع الفلنج بتاع السرينجر هتضيف عليه واحد سنتي او اتنين سنتي. هناخده هنا بعشرين. على اساس ان عرض الفلنج بتاعت الاي بي ربما وخمسين كان تقريبا تسعتاشر سنتي. هنضيف عليه نص سنتي فيه ونص سنتي تحت. يعني هيبقى عشرين سنتي. اللي مجهول معنا دلوقتي هو بس سمك البليت. احنا دلوقتي عرفنا طوله وعرفنا عرضه. محتاجين كمان نعرف سمكه. نفس القانون استخدمناها. الف اكشوال بتساوي المرادة سي على اريا. بتساوي الف اللوبل بتساوي تمانية وخمسين مائة فيلد. يعني اساوي الف اللوبل بالف اكشوال. الاري هنا بتساوي ايه? بتساوي البي بي في التي بي. اللي هو عرض البليت في الاتجاه الرأسي. آآ مضروف في سمك البليت. مش هنحتاج هنا اننا نشيل السمك بتاع او مش هنشيل مساحات فراغات المسامير. لا. هنشغل على طول على الطول والعرض. على الطول والسمك. مباشرة. يعني البي بي في التيم مباشرة. مش هنشيل منها اي حاجة. وهتلاحظوا طبعا في منطرة الضغط بقى بنشيلش مساحة فراغات. في منطرة الضغط بقى بنشيلش مساحة فراغات طالما الفراغات دي تحتوي على مسامير. آآ نكمل ازا الا اف اللي هو بالوقت تمانية وخمسين مائة في اتنين وثمانية بتساوي سبعة وعشرين بوينت اتنين اربعة مقسوم على العشرين ده هو عرض بليت في التيم. المجول الواحد معي هو سمك التيم بليت هاخده هنا بخمسة وانمية سنتي. هقربه بالزيادة اقرب اتنين بين عشرة هيبقى واحد سنتي. وكده تبقى مسالاتنا كده خلصت عرفنا المسامير اللي هستخدمها لمقاومة الشير اللي هي الن واحد والن اتنين. وحسبتها وعرفت لصتها عاملة ازاي? حسبت عدد المسامير ان تلاتة وان اربعة. آآ حسبت سمك البليت بتاع القبر بليت. وطوله عارضه عارفته. اللور بليت نفس الوضع عارفت سمكه بكام وطوله عارضه بكام. ويبقى كده خلصت الوصلة بتاعتي. مش محتاج اعرف اي حاجة. عارفت كل المسامير وعارفت كل البليتات. آآ نقرر نفس المسألة تاني ولكن المراضي اللي اختلاف في الوحيدة هتبقى ان الوصلة بتاعتك هتبقى سيمبل. يعني الوصلة بتاعتك سيمبل ونفس المعطيات اللي كاتفوه. آآ في الوصلة السيمبل للسرينج اكشن مش تحتاج تزود حاجة. يعني كيمة الشير نفسها اللي هي كيودة زيت لفز الانباكت تمانية وعشرين بوينت خمسة اربعة. مش هتضرف اي حاجة. هي كيمة الشير اللي معاك هتاخدها زي ما هي. كيمة المومنت. المومنت عند منطقة الوصلة بصفر. والمومنت في منطقة الكاميرا من المنتصف. بتبقى خمسة اشر بوينت تمانية واحد. ملناش دعوه بالرقم ده. احنا دلوقتي بنشتغل على اول الكاميرا. يعني عند المومنت بتسوي صفر. يبقى اللي بقية لي بس هو كيمة الشير. يعني كل اللي هعمله دلوقتي ان انا صم الوصلة بتاعتي انها تنقل الشير فقط لا غير. عشان الوصلة بتاعتي تنقل الشير زي ما قولنا نحتاج مسامير ان واحد وان اتنين. وعرفنا ازاي هنربط الوب بتاع السرينجر بالوب بتاع الكورس جير ده. ان واحدة هنعوض فيها بالقانون على طول. اللي هو كيو على ان في البي اس. يعني بتساوي تمانية وعشرين بوينت خمسة اربعة. على الان اللي ان في حالة الان واحد بتساوي اتنين. مضروف في البي اس مقومة القص المصمار اللي هي خمسة بوينت خمسة خمسة. هتساوي في النهاية اتنين بوينت خمسة سبعة. يعني هقربه بالزيادة تلات مسامير اما اربعة وعشرين. نقرر نفس الموضوع على ان اتنين. برضو كيو على ان في البي اس. بس المرادة اللي ان بواحد. فيبقى تمانية وعشرين بوينت خمسة اربعة. مقسوم على واحد. في خمسة بوينت خمسة خمسة. هيديني خمسة بوينت واحد اربعة. هنقربهم بالزيادة هيبقوا ست مسامير. تلات مسامير في كل ناحية. تلات مسامير تحت وتلات مسامير فوق. ويبقى كده برضو مسألتنا خلصت. مسألة بسطة جدا اللي وجدت لك في الامتحان دي حاجة مضمونة. انك تصمم واصلة كل اللي تعمله انك تحسب ان واحد وان اتنين. موضوع بسيط جدا. ان واحد بتساوي كيو على ان في البي اس. ان اتنين بتساوي برضو كيو على ان في البي اس. موضوع مش ياخد منك وقت طويل في الامتحان. ناخد كمان مثال ايجزامبل سري. اه المرة دي برضو عايز نصمم الواصلة بين ولكن حطي لي حاجة قال لي ان ده الاند براكت. يعني الاند براكت. قال لك هو الواصلة الاخيرة في الكبري. يعني الواصلة الاخيرة للسرينجر في الكبري. تمام? احنا اخد دلوقتي ونشوف شكلها عامل ازاي. ادن برضو المعطيات ان السرينجر اي بي روة مية وخمسين والكروز جدر اتشي بي تبنمية. الكيو ديز لافز انباكت. التمانية وعشرين موينت خمسة اربعة طن. اه مسامير ايما اربعة وعشرين جدا عشرة وتسعة. البي اس خمسة بوينت خمسة خمسة. اللي ستيل اربعة واربعين. ودن الرسمة دي واقل انا عايزك تصمم الواصلة بتاعت الاند براكت. ايه هو بقى الاند براكت? لو احنا فاكريين واحنا بنرسم لوحة اللي قوت كنا بنعمل بروز يمين وشمال الكبري من تلاتين لخمسة وتلاتين سنتي. مزبوط? ورنجد كده في اخر الكبري بنعمل امتداد شوية لكاميرا لسترينجر مسافة تلاتين خمسة وتلاتين سنتي. تمام? اه نفس الوضع برضو هنا يعني انا معي المنطقة دي ممتدة فلازم اعمل لها واصلة. يعني هي برضو عبارة عن مكمل طوله تلاتين سنتي اه طوله صغير طوله تلاتين اه خمسة وتلاتين سنتي صغير مش كبير. ولكن برضو محتاجة صمم الواصلة بتاعته لتأكد ان يا سيف. هصمم الواصلة بتاعته ازاي? اه بتاعتنا نحسبها. على اساس ان الكبري بتاعنا ده او السترينجر بتاعنا ده عامل زي الكنتليفر. فلما اجي حط عليه الاحمال هحط احمال في طرف الكنتليفر بتاعي. اه طب مبدائيا المومنت بتاعنا. مبدائيا كده قيمة الام مدد ده هنهملها. بتديني رقم قليل جدا مش مستقل حسابه. ممكن تحسابه وضيفه معك في المسألة بس هتلاقي ان الرقم ده صغير جدا. لان زي ما قدت لك اللزبان خمسة وتلاتين من مية متر. رقم صغير. مش هيجيب لك مومنت كبير. فانا اهملت الام دد. هشتغل على طول على الام لايف زاد الامباكت. اه الام لايف زاد الامباكت بتساوي ايه? اه الاول بتساوي كيمة الحمل في طول الكنتليفر. هل انا ممكن احط احمال كتير على الكنتليفر ده? قالك لأ. انت اخرك تحط عليه دوبك حمل واحد. يعني يا دوبك بالعافية تقدر تحط حمل واحد بس. فانا جيت هنا نقيت اكبر حمل عندي اللي هو الاثنشر ونص طن. وقلت هحطه على طرف الكنتليفر على طول. على اساس ان ده اكبر حمل. وانا مش هعرف احط مسافة تانية يعني مش هلاقي مسافة تانية كفاية ان انا حط حمل تاني. فانا حطيت الاثنشر ونص الواحده على طرف الكنتليفر اللي هو خمسة وتلاتين من مية متر اللي هو اخر البراكت بتاعي. فعمل لي مومنت ام لايف مقداره اتنشر ونص فيه خمسة وتلاتين من مية متر. هاديني اربعة بوينت تلاتة سبعة خمسة طن في المتر. هضيف عليه تأثير الامباكت زي ما عملنا بقى في حسابة الاحمال بتساوي سبعة وتلاتين تلاتة وسبعين مية زائد اتنين واثنشر على جزر ال اي ناقص اتنين من عشرة. بحيث ان ال ال اي في الحالة دي تبقى تلاتة بوينت ستة متر ال ال اي في حالة الاند براكت بتلاتة وستة من عشرة متر. الفاي اا بعد ما حسبتها طلعت معايا تقريبا اتنين. حسبة ال ال ايمباكت اللي هو كيمة الفاي بضربة في ال ايمباكت يعني اتنين في اربعة بوينت تلاتة سبعة خمسة هاديني تمانية بوينت سبعة خمسة طن في المتر. اا حسبت بعد كده كيمة الشير. كيمة الشير هنا اخدها بتساوي كيو ديت زاد نفس الامباكت على طول. طبعا واحد هيقول ليه يا باش مهندس مسلا ما اخدناهاش بتساوي كيمة الشير بتساوي 12 ونص. هقوله لان احنا بنبص على الوصلة بتاعة الشير من ناحيتين. يمين وشمال. تمام? في حالة المومنت المومنت كده كده بيجيبه مناحة الكنتليفر. يعني كده كده المومنت اللي هتولد عندي هيبقى المومنت اللي جاية من الكنتليفر. مفيش في كلام. الكابولي عليه حمل هيعمل عزم. مقدار الحمل فيه المسافة على طول. ولكن الشير في عندي شير من ناحيتين. يعني عمى الباكة الداخلية دي. اللي هي ناحية اليمين دي. هي لها شير والباكة بتاعت الكنتليفر لها شير تاني. انا هشتغل على الانه واحد فيهم. الاحسان لي والهو اكتر امان ان انا اشتغل ايه? على الناحية اليمين. لان هو اللي فيه مقدار شير اعلى. لو انا اشتغلت ناحية الشمال بس لان هو اتنشر ونص فقط لها غير. واضربه حتى في الفاي مش هجيب لي رقم كبير. على العكس لو انا اشتغلت على الباكة الداخلية اللي هي الباكة اللي هو ناحية اليمين. هلان هي ما ادني كيو دي زال دافز اليمباكت بيساوي تمانية وعشرين بوينت خمسة اربعة. وبما ان الوصلة بتاعتي مستمرة فبرضو هضربه في واحد واثنين من عشر. بما ان الوصلة بتاعتي هنا مستمرة هضربه في واحد واثنين من عشر. فهضرب رقم ده كده في واحد واثنين من عشرة. هيديني اربعة وثلاثين بوينت اتنين اربعة وثمانية طن. يبقى انا كده عرفت كومت الشير وكمت المومنت. اكمل الشغل بتاعي. احسب كده الان واحد. اه الان واحد هنا بتساوي كيو على ان في البي اس. نفس الطريقة برضو. الكيو عندك اللي اربعة وثلاثين بوينت اتنين اربعة تمانية. ما سوم على اتنين في خمسة بوينت خمسة خمسة. هلوعد مصادق قص في البي اس. هديني ثلاثة بوينت صفر تمانية. اه هقول له هنا استخدم اربع مسامير ام اربعة وعشرين. نقرر نفس الموضوع تاني في الان اتنين. الشير كان عندي اربعة وثلاثين بوينت اتنين اربعة وثمانية. مقسوم على ان اللي واحد في خمسة بوينت خمسة خمسة. هديني ستة بوينت واحد سبعة. هقربه بالزيادة. وطبعا لازم اقربه الاعرب عدد زوجي. لان زي ما قلتلك. عندك زاويتين بتحط NUS العدد تحت ونص العدد فوق. فانا كده هحط اربع مسامير على الزاوية اللي فوق واربع مسامير على الزاوية اللي تحت. فقل له ايه اربع مسامير ام اربعة وعشرين على عمودين. اه نصامن بعد كده الواصلة اللي هتقاوم المومنت نفس الفكرة برضو. عشان الواصلة تنقل عزم لازم اربوط الفلانجة اللي فوق بالفلانجة التانية. والفلانجة اللي تحت بالفلانج اللي جنبها. فاحسب الان ثلاثة وان اربعة. اه محتاج احسب كود شاد وكود الضغط. اللي هي ام على الوايس دي. المومنت اللي هو تمانية بوين سبعة خمسة مضروف في مية. مقسوم على الوايس تي اللي هي اتش كاملة ناقص صمت الفلانج. اللي هي خمسة واربعين ناقص واحد بوين تاربعة ستة. هتديني عشرين واحد من عشر طن. عارف كده مقدار الشاد ومقدار الضغط. احسب منهم الان ثلاثة اولين اربعة. اه التي او السي مقسوم على ان في البي اس. اه فبالنسبة لي التي اللي هي عشرين واحد مقسوم على عدد مصاد قص اللي هو هنا بواحد. مضروف في البي اس اللي هو خمسة بوين تي خمسة خمسة. هيديني في النهاية ثلاثة مسامير وبوين تستة اتنين. هقرب برضو بالزيادة استخدم اربع مسامير اه ام اربعة وعشرين. هقسمهم ناحيتين اتنين واتنين. هيبقى اقول له مسمرين ام اربعة وعشرين متوزعيني على صفين او عمودين. بعد كده بقى نتنقل الخطوة اللي بعد كده ان انا اعرف. البليت. تصميم البليت. الابر بليت بتاعنا. اللي هو ده احسب طوله وعرضه. هنا بقى بان بتاعه لايه لشوية يعني كومت المومنت مش عالية. مش هحتاج اعمل موضوع اللي هو الميل اللي هو خمسة شر درجة. هيكتفي على طول ان انا اعمله بالعرض الكامل. مش هحتاج ان انا اعمل زيادة اللي هو 11 درجة الميل ده. كل اللي اعمله انا هرسل مسامير بتاعتي. المسمرين كده. مسمرين فوق مسمرين تحت. والنحية الشمال برضو اقرر نفس موضوع. مسمرين فوق مسمرين تحت. هامشي مسافة بيتش على 2 مليمين وبيتش على 2 الشمال. اقافل البليت بتاعي. وبعد كده اوصل ما بين الخطين دول بخطين مستقيمين. اقافل المستطيل بتاعي. اقافل شكل المستطيل بتاعي كده. ويبقى دي حدود البليت بتاعته احسب من هنا الطول بتاع الابر بليت هيساوي عرض البي فلانش جلل الكروس جردر هاضيف عليه الان 3 في البي البي بتاعتنا برضو نفس الوضع من 3 ل 6 فاي هاخدها برضو ب10 سنتي هيبقى الاليو ابر بتساوي الالي ابر بتساوي 30 زائد 10 في 4 اللي هو اربعة عدد المسامير في 10 هتساوي 70 سنتي احسب العرض رقصيا اللي هو بي بي بيساوي بي السترينجر هاخده على طول بيساوي 19 سنتي هاخده نفس العرض هيبقى اللي نقص عندي كده هو بس سمك الابر فلانش هقول الاف اكشوال بتاعتي بتساوي الاف اللابل يعني تي على الاريا بتساوي 58 ميائة فييلد هنا الموضوع بقى اسهل شوية يعني لما اجا اخد شكل القطع او الالي يو داش اخدها رقصيا ما عادش عندي موضوع الميل وما عادش عندي موضوع ان انا اخد خط عمودي خلاص بقى كله اصلا عمودي يعني كل الخطوط بقت عمودية خط رقصي على طول هاجيبلي الالي يو داش مباشرة اه فاقول ان الاريا بتاعتي بتساوي البي بي اللي هو الطول الرأس ده ناقص عدد المسامير في كتر المصمار اللي هو مساحة الفراغات يعني يعني اشيل برضو منه مساحة الفراغات بما ان انا شغال في الابر اللي عنده كوة شد اه فاقول ان الاريا بتساوي البي بي ناقص ان في الدي زائد اتنين من عشرة اللي هو الخلوس كله ده مضروف في التي قبر بليت يعني هقوض كده في القانون الفوق اقوله ان الخمسة وانمية فيد خمسة وانمية في اتنين وثمانية بتساوي عشرين واحد من عشرة مقسوم على البي بي اللي هي تسعتاشر هتشيل منها مساحة الفراغات عنده مصمارين في مساحة الفراغ اللي هو كتر المصمار زائد الخلوس اتنين واربعة زائد اتنين من عشرة هقفل القوس واضرب ده كله في اللي هو التي قبر بليت احسب التي قبر بليت هيطلع تسعة وتمانية مية سنتي برضو تقريب بالزيادة اتنين من عشرة بالزيادة هديني واحد سنتي نقرر نفس الموضوع تاني على الور بليت نحسب الطول الالبي الالبي بتساوي زائد عدد المسامير في البيتش يعني بتساوي واحد بوينت سبعة خمسة زائد عدد المسامير اربعة في البيتش اللي هي عشرة بتساوي واحد واربعين بوينت سبعة خمسة سنتي اقربها برضو بالزيادة انا خدتانها برقم كبير شوية اتنين وستين سنتي ممكن تاخد انت مسلا اتنين واربعين اتن واربعين سنتي مش مضطرة تعمل الطول لكله اه البي بي اللي هو الطول بيساوي بي السترينجر على طول بيساوي ساعتاشر سنتي سمك البليت بتاعنا بيساوي الاف اكشور بتساوي الاف اللابل بحيث ان الارية بتاعتنا هنا بتساوي البي بي في التي بي انا اشغال هنا في مطقة ضغط مش يحتاجش للمساحة فراغات المسامير مش يحتاجش لها اشتغل على طول على عرض مباشرة بدي فتها شركة исследوا اذا اخل المنش في تامنية وخمسين مية في الاف ام Klb 8. 5000 في اتنين وتονtır ميم اثنين من عشرا اللي هو الاف اللي هو الاف الم sabot sold 20.01 مقسوم على الارية والي اي responsibilities في سمك اللور فلانش احسب انها سمك اللور فلانش هيساويber 65 ميمة سنتي سنتي ويبقى انا كده عرفت كل حاجة عن مسألة بتاعتي اه عرفت اه سمك البلات كام? اه طول البلات بكام? عرضه كام? اه للقبر وللور? عرف عدد المسامير? انه واحد وان اتنين وعرفت كل حاجة. الملحوظة بس ما تنساش اه وانت بترس المسامير تحط كمان مسامير في المنطقة بتاعة الكروس جردر. الجزء اللي الفلانجة بتاعتك بتمر فوق الكروس جردر. الجزء اللي في البلات اللي انت حطه الاضافة ده بيمر فوق الكروس جردر. حط برضو مسامير فيه. مسامير اضافية. املى بس المسافة دي بمسامير. حاجة تانية. البلت السفلي ده ممكن نكون مرحوظة دي فوق. البلت السفلي اللي تحت ده بيعدي جوه الواب. يعني بيخرم الواب. يعني انا بعمل فتحة في الواب وبعد منها البلت السفلي. يعني الشكل الاقصادك ده. بعدي فيه البلت السفلي. يعني بلت السفلي ما بيطاعش. البلت السفلي مكمل. بيربط الفلانشتين ببعض. بيعدي ازاي من الواب? بعمل فتحة كده وبعد فيه البلت. يعني الواب بتاع الكروس جردر في فتحة بتعدي منها اللور بلت. تمام? عشان بس لو كان فيه حد مش متخيل شكلها. ويبقى كده خلاص نغزل بتاع الكונקشن.